على الكمبيوتر وبس على الفيسبوك طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الختامي لدورة مهارات التحليل الإحصائي مع دكتور مربايع إياس جحر وكل الحضور من الأسازة والأستاذات والباحثين والباحثات عظام مجموعة الباحثين السودانين دكتور إياس يتفضل الفلور لك أخوان جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخواني وزملائي أنا نبدأ إن شاء الله اليوم نختم الدورة بتاعتنا إن شاء الله يعني نكون خاتمة خاتمة مسك إن شاء الله طيب آخر حاجة كنا تكلمنا عنها اللي هو الموضوع بتاع حلط İ استطيعنا وقال بالحضور وقرينا موضوع البي فاليو وكيف ممكن يفسر في مثل البي فاليو طيب اليوم طبعا هنطبق على الهايبوز السيسينج على الكمبيوتر على البرنامج بتاعنا ونبه الناس لحاجة مهمة جدا في اختبارات الفروض او في الفروض البحثية دائما عامة بشكل عام تقريبا تقريبا ممكن تقول يعني اغلب الفروض البحثية تعتمد على تعتمد على نوع معين من الاختبارات اللي انا طبعا زكرت هناك قدامكم في الشاشة وفي السلايد طبعا ممكن تكون ظاهرة اينكم ضح ايه ظاهرة ايه فعندنا تقريبا الاختبارات البحثية اللي بتتعمل اختبارات فروق اللي هي ثلاثة نوع دي واختبارات علاقات عايز ما اما انت عايز تختبر فروق اللي بسمونا difference test او عايز تكون تختبر علاقات اذا الاختبارات حقتنا اما difference test عايز او relation test عايز في تقريبا عشرة في المية قريبا عشرة في المية من الاختبارات عشرة في المية منها خارج النطاقة difference او relation شفت كيف يعني انت فردية البحث حقتك حتشوفها واقع في هذا الاريا هل عايز تشتعمل difference ولا عايز تعمل relation او association تسعين في المية من الاختبارات الاحصائية بتجع في الاطارين ديال عشرة تمييز مهم جدا عشان بيساعد الناس في انها كيف تحدد انو على الاختبار حقها يعني انت عندك research معين عايز تعمل الاختبار معين عندك فرضيات معينة شوف الفرضيات دي بتاقدر عليك في difference ولا في ال relations وايس نحن لنا ان شاء الله بس لانه يعني نحاول نستغل للزمن بقدر الان كام ندي الحاجات المهمة فيه في بقية الكورس حندي او حندي الاختبار الاول اللي هو ال one sample test وحندي الاختبار التاني اللي هو ال independency test test وحنمر سريع على ال chi وال R عشان ندي نموذجين من ال difference test ونموذجين من ال relation test إذا التقينا ان شاء الله في الكورسات التانية بنيجي نشوف انواع تاني من ال difference test وانواع تاني من ال relation test بانواع تانية حناخد نموذجين ما قلنا في difference test هنا اللي هو ال test one sample test طبعا يسموه هنا في ال SPSS اسمه one sample test في الكتب اسمه باللغة العربية اسمه اختبار الفرق بين متوسط عينة ومتوسط مجتمع اختبار الفرق بين متوسط عينة ومتوسط مجتمع او اللغة انجليزية ال difference between mean of sample and mean of population طيب اختبار التاني بتاع difference اللي هو ال independent sample test ودا بيكون اللي هو بسموه ال independent sample test في ال SPSS اسمه كده في الكتب اسمه testing the difference between between two sample او independent two sample independent two sample اللي هو اختبار الفرق بين العينات المستقلة او العينتين مستقلتين طبعا في اختبار ثاني اسمه bare sample اللي هو الاختبار بريبوس يعني قبلي وبعدي لتجربة معينة case control يعني القارنه مع بعض او اختبار ANOVA ايضا ضمن ال difference test اختبار ANOVA اللي هو اختبار اختبار الاختلاف بين مجموعات او اختبار الاختلاف بين مجموعات مختلفة من العينة العينة نفسها فيها مجموعات مختلفة طبعا فرق بينه بين ال independent sample مثلا ANOVA فرق بينه بين ال independent انه في ال ANOVA يعني بيكون عندك اكثر من 2 category يعني ال variable فيه more than 2 category يعني مثلا عند الكاتجوري الاول الكاتجوري التاني عايز تشوف ال difference between 1 و 2 group اول و group 2 group 1 group 2 و group 2 group 3 كذلك group 1 و 3 يعني اذا كان عندك اكثر من 2 categories او اكثر من مجموعتين حتى تحتاج تستخدم ANOVA اما اذا كان ال variable اصلا طبيعي 2 فيه مجموعتين 2 categories او 2 groups في الحال دي حتى تستخدم ال independent sample test بده الفرق بين ال ANOVA وال independent sample test احيانا كثيرا الناس تلخبطوا بياناتهم يعني مثلا اذا انا كان عندي متغير زي gender طبعا gender فيه مين في مين فعايز اشوف انا difference بين ال male and female او عايز اشوف مثلا ال variation الموجودة بين ال male وال female هل سبب ال gender ولا سبب حاجة تانية ففي الحال دي بستخدم ال independent sample test إذا كان انا عندي في ال variable الحقي مسلا زي education education فيه ممسلا 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 الانوبا انا ما عندي انا ممسلا 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 والانوبا طبعا ال bird sample او العينات المزدوجة او العينات المتشابهة هي برضو بكون عندك عينتين كويس بيكون عندك مجموعتين مجموعتين two groups هي غريبة ال independent تختلفين ال independent في ايه في انه ال independent وال bird يختلفوا في انه ال independent يكون عندك مجموعات مستقلة يعني كل الظروف مختلفة في كل مجموعة اما في ال bird sample نفس المجموعة نفس المجموعة typically انت عايس تطبق على تجربة تانية والتغارن بين القجر والاورا والتانية هذا ال bird sample الفرق بينه وبين ال independent ال independent وال bird two groups مع بعض بتغارنهم مع بعض في الاختبار حقا اما طبعا بيختلفوا من الانوبا الانوبا طبعا فيه برضو انواع يعني فيه one way ده ممكن لو خاشينا في ال advanced مثلا فيه one way and over فيه two way and over فيه more than two way and over فده بنسبة لي اختبار الدفرنس بزادة two groups أو more than two groups طيب نجي ليه ال one sample test ال one sample test تب استخدموا متين هنا استخدموا لما يكون عندي انا قيمة standard أصلا موجودة اللي هي ميو سمينا هنا قيمة standard موجودة أصلا سواء كانت موجودة في الدراسة السابقة سواء كانت موجودة في reference reference value standard مثلا من من أي جهة علمية من جهة أكاديمية من جهة مرجعية فأنا عايز أقارن المتوسط حقي مع ال standard الموجود أنا جايب ليه ال reference لذلك one sample في الحالة دي أنا بكون عندي one sample test لأنه عندي عينة واحدة أنا بقارنها مع القيمة المعيارية حقتي دي أو ال standard حقي أو أحيانا يستخدم لو عايز أقارن متوسط عينة مع متوسط مجتمع كامل عندنا متوسط مجتمع موجود محسوب فعايد أشوف متوسط العينة أنا العينة بتعتيتي دي العامل في التجربة دي أو العايد أدرس الظاهرة فيها أو أدرس فيها الحالة دي فشوف هذا أشوف المتوسط حقها هل بيختلف من ال population value أم لا زي ما هو يعني كأنه أنا بقارن بحاجة ثابتة بقارن الغيمة حقتي العينة مع حاجة ثابتة أو حاجة standard طيب هذا الاختبار يستخدم كثير طبعا جدا جدا في quality test في الجودة شغل الجودة أغلبه بيعتمد على النور من الاختبارات يعني إيه تكون عندك standard وإنت عايز تشوف الأداء بتاعك هل متجاوز standard level ولا وزين standard level أنت في عامل control quality بتاع شغلك ذا ممكن استخدم فيه الone sample test وأغلب الاختبارات تحت الجودة موجودة في الجانب أو تتمحور في هذا النوع من الاختبارات الone sample test test طيب ده بالنسبة لل test طبعا أنا قلت لكم جبال مهم حاجة أنت مسلا ما تجي تعمل الفروض حاجة بحسك خطيت الفروض أنت طبعا حسب التصوير بتاع التكارات التفاعلك معه عايز تشوف أهدافك شنو فيه كدا تخط الhypothesis كدا بتشوف نفسك أنت عايز تعمل شنو أنت في الاريا بتاعت ال difference حينا حينا التمييز بين difference test و relation test دي مهمة بتساعدك في كتير جدا بعدين في اختيار الاختبار المناسب هتشوف نفسك أنت الhypothesis تحتك التخطيع في ال research التكارات هل تعتمد على difference هل تعتمد على difference فروقات بين الحاجات ولا عايز تشوف حية ثانية إذا لقيت نفسك بتكلم عن difference معناها أيضا تستخدم الواين سامبو تيتس أو الواين سامبو تيتس أو ANOVA أو بيرد سامبو طيب إذا لقيت نفسك انت بتبحث عن علاقات عايز تكشف هل في حاجة مؤسرة على حاجة في ارتباط بين حاجة أو حاجة زي موضوع كورونا ده مثلا مثلا يعني مثلا هل عمل العمر عمل السن عنده علاقة بعدد الوفيات هل المعدل بتاع المناع عنده علاقة بعدد الوفيات هل الجندر عنده علاقة بعدد الوفيات أو نسبة الوفيات وكدا يبدو عنها انت بتكلم عن علاقة هنا علاقة طوالة طوالة تعمل تعمل ما تشوف ولا تعاليها طوالة بتجي هنا بتشوف عندك شنو عندك هنا أيضا تستخدم في حالات معينة يستخدم متين السلام عليكم أنا واصل الآن أيوة أهلا وسهلا مرحبا فتشوف انت مسلا انت عايز بتاعتك دي عايز تختبر العلاقة بسلا طبعا كي سكوير فقط كي سكوير فور كي سكوير كي سكوير فور لازم تكون كوير لازم تكون كويرا لازم ما بتجي تستخدم كي سكوير مع الكويرا دي واحدة من الحاجات برضو انت نتكو ليها طبعا انت عايز تشوف علاقة أو علاقة أو ترابط بين حاكتين بتكون تستخدم هنا الكي لكي تشوف المتغيرات حقتك هل كمية ولا نوعية عايز تشوف بين ها العلاقة دي والله يخص هاي متغيرات كمية كمية ايزا ما حد تستخدم كاي يعني هي ما كوانتية حتروح على طول على الار اللي هو اسمه person correlation coefficient person correlation coefficient هو عالطول بتمشي على الار وتعمل اختبارك وتستخدم اختبار في هذه العلاقة حنشوف طبعا نحنا حنطبق على ديل كلهم مع بعض انوبا ما حنطبق فيها شوية زمانة زيادة فيها فيها اختبارات بعدية وفيها يعني كلام كتير شوية ممكن نأجيلها للمرحة الثانية يعني احنا لو قدرنا نعرف اليوم أربع اختبارات دي بيس اختبار لاجتظاف كفاء يعني كمان شنو التأثير في التأثير وده بيجي في ال كل الريقليشن موديلس. كل الريقليشن طبعا الريقليشن موديلز في طبعا في الريقليشن زي الكيس ده ده مسلا البسيث انا كاتبه هنا طبعا اغرب الريقليشن باعتمد على ال كوفيشنس دي اللي هي الألفا وبيتا و بلا بلا طيب فالريقريشن الريقريشن فور كوزولاتي طيب هي ليس لطيشن لكن أنا خدتي هنا بس خدتيو حتى أزا بانز ستاج يعني هو حتى أنا متقدم عن خدتيو بعد الكاي سكوير و بيرسون كوزولاتي باعتبار أنه الريقريشن يعني هو عبارة عن وسيلة لإكتشاف الكوزولاتي أو إكتشاف التأثير الأفكتبنس تأثير العوامل ويس العلاقة فقط في ويوة ريقريشن اللياني 탐 مع الجلش او فيل نانيا لاء نانيا الرغيشن و فيل اللوجيس تي إكتشفي ه و طبعا النانيا الرغيشن والنانيا الرغيشن والناليال الرغيشن Sponge Take It Very Well والليس كemale ضيخيقريشن يوسبوركواتيي كواتياتي العوامل ايزا المطاقر ديماني كل term في وبينري الجس كريات zastأ ningún fort ليس كريات يقدم عالي وفي حاجة اسمها في نمازج حديثة اسمها السيم دي حاجة مهمتعة جداً طبعاً السيم اللي هي برضو في الجانب اللي هي ودي برضو بتستخدم للقوالتاتف داتا يعني هي مكشر فيها جانب القوالتاتف والقوالتاتف لكن ميزتها في إنها بتخلق يعني من الـ qualitative variable تخلق منه quantitative variable يعني الحاجة ما بتقر تقيسه انت ممكن بالـ same model تقدر تعريفه يعني مثلاً انطباع الزابون مثلاً عن خدمة معينة ما بتقر تقيسه صح؟ لكن ممكن بالـ same model تقدر تعرف الانطباع ده مرتفع ولا مخفض نحيس بالـ same model طيب الـ same model ده مثلاً اللي احنا جيناً اخدنا عنه ممكن ناخد الـ introduction بس فكرة عام عنه لأنه يعني فيه حاجات معاقلة جداً لأنه لأنه فيه حاجات معاقلة جداً لأنه لازم شننفهمه نمر على الـ label 3 و label 2 بعد كده ناخد label 4 طيب ده بالنسبة لشنون أيو سؤال؟ عندي سؤال أيوة يا دكتور أنا قبلي يومين كده كنت أبقر لي عن كنت أبقر عن الكاي سكوير فكانوا كاتبين إنه الكاي سكوير ممكن تستخدم في السيرفيز عشان توري هلا الـ data دي الـ resultة اللي جات جات بـ by chance ولا لا فهس إنت لما قلت إنه بس للـ qualitative شوية أنا حسيت إنه طيب الـ survey كيف ممكن يكون الـ items تعتبر كـ qualitative يعني؟ بـ by chance والله ما في عماء ما يرس إنه على الـ ممكن يكون هو طبعا كاي سكوير تيست كويس كويس نقطة كويسة هو الكاي سكوير تيست يعني في اختبار كاي سكوير ده ما عبارة عن statistic هو طبعا كويس كاي سكوير هو شنو statistic ففي أحيانا بعض الإحصائيين يستخدموه مو في العلاقات فقط يعني في اكتشاف العلاقات ممكن أنا استخدمه عشان أتأكد حتى من طبيعة البيانات أيوه وممكن استخدموا أيضا في حيه اسمها الـ non-parametric statistics يعني مثلا في أنا في يعني مثلا الناس يتلاقينا في level 2 بيجي أديكم الـ non-parametric statistics طبعا إحنا السي ما جبنا سيرة عنها هنا بتكلم أنا بشكل عام يعني أنا لسه حتى الـ statistics ذاته نفسها بيجوا بعدين بيصنفوها حتى الإحصائيين لـ parametric and non-parametric statistics لأنه بيجي في مشاكل في في مشاكل في الـ data sources في مشاكل في الـ data reality مشاكل في حياتي لذلك بيكوا حتى يصنفوه الاختبارات الاختبارات ممكن يكون معلمية وغير معلمية ودبع برضو حيدخلنا في موضوع تاني لكن يعني كاي سكوير هي ليست فقط استخدامة هي ليست فقط استخدامة ليست فقط استخدامة يعني ما بيستخدم أنا بس إش هنعرف association بعلاقات بين مضائرات ممكن استخدمه يعني في بعض الـ في مثلا في إحصائية بتاع أعتقد ما اسكورة كورو سكال في النـparametric statistics بيستخدم الكاي سكوير بالنسبة لها في شنو في تحديث وجود اختلاف بين عينتين ولا لا كويس يعني يعني هو الكاي سكوير هو استاتيستيك بعدها بتشير انت بتخدته في الحتة المناسبة لكن بايتبوك انه الكاي سكوير لأنه بتاعه هو أصلا يعني أصلا زيغير المنسبة بالتلحيات تتليم بالتلحيات يعني يعني شور اللي أنا متأكد من حيثة دي يعني هو دايما الكيسكوية لأنه تلقي دايما في الكواليتي بالستاتيستيك في النن بارامتر كيسكوية تمام؟ طيب سؤال ثاني؟ سؤال؟ طيب أنا أعيشكم بس في المرحة هذه أنا طبعا سأعيكم واحدة واحدة يعني أنا ممكن نحنا أديكم بس هيئة لكم حيات دي كثيرة هنا وأقول لكم دي بارامتر كثيرة أنا أعيش شفت الحتة بتاع التوهان يعني المشاركة عندي في دورة تليبية إنتو ما طلاب إنتو مشاركين معي لأنا أستفيد منكم فالمشارك لما أنا أحب المشاركة يكون معي يعني يستوعب المعلمة اللي أنا بديها لهم وحتى يغالطني فيها شفت كيف؟ يعني أخليك تكون فاهم تماما عشان إنت ممكن تديني فيتباك أنا أقدر أطور نفسي كمان أكتب أنا أعلم دي باحر طبعا ما عنده نهاية لذلك أنا بعمل شنو بيكون بديك الحياتة البسيطة بسيطة ونمشي يعني ممكن نترون نيجي ناخد حيات في اللوجيستيك ريجليشن نيجي ناخد حيات في اللينيار ريجليشن ما في مشكلة ناخد حيات في السم يعني أنا مثلا كنت جيت هنا المملكة طبعا السم السم أنا أرى سيدزاو ظاهر حس في وقت الحديث في العشر سموات الأخيرة دي ويقول الناس بشتغلوا بيه وبزيات البيتش دي بره ما بتعمل شغلة كله بالسام موضل لكن ما عم التدورة تدريبية في السم لكن عندين واطس كتيبة وحيات ذي دي يعني سكود لو أنا قدرت لقيت فرصة أعمل معاكم مثلا السم نعم لكن طبعا هون برضو عشان عشان بعدين الناس لما طبعا السم موضل بيجي بعدين فيه وعنده فيه بيطلع عليك فيه حيات كتيرة فيه ممكن يكون أكثر من يطلع عليك أنت الـ ممكن يكون عنده أكثر من خمسة وعشرين ومسلو كيه تقراها انت و تربطها مع بعض وكيف تعمل عشان يبقى معاك وما فيه مشاكل طبعا فيه مشاكل القياسية بتاعة النمازوي كده لو عمضوكه موضوع تاني براوي يعني طيب يلا عموما أنا الان دان عشان لو فيش سؤال عايز اليوم سبت حاجتين علي سبت حاجتين حاجة الاولى أنو انت عندك حتى حتى السم موديل ما تجاوز الكلاسفكيشن عملناه واحنا اسا دا يعني مسلا السم موديل نفسه متجاوز متجاوز الكلاسفكيشن عملنا واحنا قلنا اسا عندنا test for difference هدي أو الديدفرنس test و عندنا شنو relation test ممكن مرضو نفس المعانا لان انا بتكلم بشكل عام طبعا، حتا في مجاننا الدقيق نحنا، لو معنا في اقتصاديين هنا او ماليين، عندنا حتا النظرية بتاحت النظرية قديمة، وفي حيث ظهرت فيها مشاخل وكده الان الاسيولي الجديد تشغالين بها الناس يسمى co-integration theory، يعني co-relation theory بيك تستخدم فقط في qualitative data اكتر من رازر زان شنو، ال quantitative and late time series data مايز؟ فمسلا يسمى co-integration رازر زان شنو، يعني ال co-relation، يعني نظرية حديثة ال co-integration عندها تجسس مش تتعامل، اختباراتها اختباراتها برضو مبنية ايزر على ال difference او على ال association او ال correlation او ال correlation انا الحقيقة والله عايشكم تفكروا معي في الموضوع ده يعني صراحة يعني اللي هو انا مفكر فيه ومستبرب يعني ال difference ده اللي هو ده اشنو، اللي هو ده ال differentiation، اللي هو ايشنو، الرياضيات، التفاضل، طيب، وال relation هو ال integration مايز الاختبارات موجودة اما في او في او في هل دي حاجة يعني مثلا في النهاية مصير الانسان من يجي يبحث واستخدم ادوات عشان يعمل بحس علمي، في النهاية ما لا يغادر من مترد من يعني ما حيتجاوز تجاوز التفاضل فكرة التفاضل أو النظرية التكامل فما عرفت كلام دي جاي كسبسف يعني ولو كيف عايزة تفسير أنا مفكر فيه من زمن يعني هل ترأيكم شو؟ ما في رايي؟ ما لكم صنيتك المعلومة بتعطيله أصلا ما بيطلع من الهنين دي جديدة فأول حالة تسينك إن بعدنا تسينك إن حتى بعد ذلك هنبدأ ماشي 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 أول مرة نعرف اللي أصب طيب يا الله عموة يعني انت بس برضو عشان طبعا بالنسبة لك انت كمحلل وفي بداية طريقة طبعا بعد ما انت تتعمل تطبيقات كتير في التحليل وتحلل اللي حاسك وكده فهنا تقول دايما بس شي بالك انت عايز تعمل تسفور ديفرنس ولا عايز تعمل تسفور ديفرنس بس شفت المفتاحنا جاهل عليك الموضوع كله ما تكون جاية تدخل في التفاصيل بتشوف انت عايز تعمل اختبار لديفرنس بمقارنة عايزك الستاندر عايز تغيرين بيهو ولا عندك مجموعتين عايز تغيرينهم مع بعض طالب ده المفتاح الثاني حتى عندك ده مسلا اغلب الاختبارات قاعدة هنا يعني تسفور وان سامبول دا دايما انا لاحصت اكتر شي من نيجيريا يعني مثلا انت عندك استراتيجي بلان عملتها بيس عايز تشوف المؤشرات حقتك في الستراتيجي بلان مثلا عايز تعملها بتجي تستخدم الوان سامبول لانو الستراتيجي بلان بيكون عندها دايما شنو ستاندر فكر او ستاندر او ستاندر او ستاندر نمبر او ستاندر مسلا اندكياتر ايو فالضبط ايو التاركت بتاعك ده او بتجي تشوف انت بتعمل الوانس للأداة بتاعك الفعل يتجاوز والاقل منه دي دايما في الوان سامبول يعني اغلب الوان سامبول تستخدم الوان سامبول يعني انا راحص او في الجودة زي ما قلت لك لكن الانو بيس الانو بيس في البير سامبول بيس بس انا مفروض هنا اشان شريحة بس ما شارت لي البير سامبول مهم مفروض يتكتب هنا برضو بير سامبول لكن فكرته نفس نفس ال S.not بير سامبول group كنترول مجموعتين نفس فكرة الانديبندنط سامبول طبعا الانديبندنط تختلف لأن كل مجموعة مستقلة على الثاني بينما البيت سامبول هي نفس المجموعة بتعمل فيها نفس العجول يعني أقول عند العجول هنا أكلتها قبل ما أكلتها وغزيتها وبعد ما شفت غالين وما بعض هذا البيت سامبول إذن هو ديبندنت سامبول يا دكتور صح؟ البيت سامبول البيت سامبول البيت سامبول ممكن لا هو ما ديبندنت هي إسم الاندبندنت جاءت من شنو إنتما تقول ديبندنت معناها العين ديبتعتمد على العين الثانية هي ما بتعتمد عليها ديبتعتمد على الفاكتور بتاعك العين تعتمد على الفاكتور لكن كلمة الاندبندنت هنا في السامبول تيس سامبول تيس ده هنا مقصود بيه وإنه التو سامبول أو التو جروب دير أي مفصلات من بعض ما عندهم علاقة بعض المستقلات يعني هنا الاستقلالية ما تعني الاندبندنت لي يعني مش تعني الاعتمادية مناسبا الاندبندنت لي معناها تعني الاعتمادية بشكل من الأشكال. أما الاستقلالية معناها يعني ما في علاقة بين ناتوك. أما البيت سامبل ما دبندن سامبل. أنا رأيي ما دبندن سامبل، ماذا؟ لأنه البيت سامبل بتاعتك كويس ما بتعتمد على التجربة. نتائج بتاعت البل سامبل واعتمد على الفاقتل أنت ادخلتك في التجربة. أتفقد أنه يمكن أن نبدأ بلوان سامول تتس أخذ لنا أمسل عليها في المسال حقنا بطريقة بسيطة طبعا ما فرضنا نمر على نرمالي تسريع لأنه كدايجنستيك تس مهم سليد جدا دكتور في سؤال عن what's if the sensitivity analysis if it is casual analysis or not sensitivity sensitivity analysis sensitivity analysis في المدكري اندكي ترصح I don't know أنا جاني السؤال كدا جاك من وين من فيسبوك فيسبوك ولله sensitivity analysis هو من الاختبارات الميديكال تست يعني في حاجة مع specificity وسensitivity هي دية برضو تعتبر من الاختبارات بتاعت يعني تدخل فيه في جانب تاعت this code relations when I test specificity atively sensitivity sensitive sensitivity تاني فيش يوال؟ لا فإنه هو الوطف مش السنطيبت أيوه وطف تكير فإنه هو المسرح في المدرس الموضوع يكون عندي علامة عن الانهاء والانهاء لكن في مدرس أيوه بيكون في فاكتر ايوه ايوه فأنا بكون دار أشوف إنه العلاقة بين الانديبينتين والدينبينتين بيكون الصورين بيتين هل لما المدريتر دا يكون عادي والمدريتر يكون لكله ايوه ايوه في برضو في اختبار اسمه اختبار التحديدية او المحدداتية يعني تحدد بالضبط الفاكتر دا هل هو اكتر ولا في فاكتر ثاني ممكن تخد محددين مع بعض توفاكتر مع بعض طبعا دي برضو يعني اختبارات مهمة لكن بس هي تستخدم اكتر في جانب الطبي يعني حتى في الاسبسس موجودة عندها حي اسمها الروك كيرف في الاسبسس في الروك كيرف دا برضو من ادوات بتاعت الاسبسيفيسي بتعمله انت موجود في الاسبسس طيب سؤال ثاني دكتور بالنسبة ل البربورشن بخش عليه في اله مهمة 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 مهم ممكن يكون ديفرنس لحيا يسمى أو كونفيندس إنتربل كونفينيس إنتربل أستيمييشن له كونفينيس إنتربل إستيمييشن يعني مسلا إنت بكون عندكlair بطبعا داي حالات نادرة شديدة يعني يكون عندك عندنك كونفينيس إنتربل يعني مسلا بين حالتين او بين قيمتين يعني مثلا يعني مين ده ذات و مين بتاع السامبل ده انا اقوم عمل ليه يعني مثلا عندي اي شو? اا مسلا متوسط. طبعا عندك ممكن يكون مناسبة ممكن يكون للمين يعني. ممكن يكون مرضو. يعني داخل في بعض كيف? يعني لو عايزين شرح اكتر من كده ولا كفاية كده انا معرفة كيفكم يعني. يعني. والله هنا تقول ما نفس الكتر يعني مثلا البروبورشن ممكن يكون انا غير باي. هي مثلا اتش مو. مثلا بالالوان سامبل تيتل ده. ممكن يكون البروبورشن ممكن يكون البروبورشن. ممكن يكون البروبورشن. ممكن يكون البروبور شنو؟ مينة. للميدين. اوه. وممكن يكون لي شنو؟ لي كونفدنس انتربل. كونفدنس انتربل. لبيكون مسلا المين بتاع اقليز بين قيمة و قيمة تانية. لكن عند الكمفدنس ليفل مسلا ناسا في في بلسن. طبعاً ده طبعاً ده نوع من نوع الستميشن الكونفينت انتيربل ده يعني هو يعني بيجي من المين ذاته يعني في النهاية باعتمد برضه على المين وكده في الكونفينت انتيربل ممكن يكون برضه عندك تست تست كونفينت انتيربل يعني مثلاً الكونفينت انتيربل لا بيستخدموه أكتر شيء مثلاً في المجارة الطبية مناسبة بالكونفينت انتيربل وانسامبول تيتس وانسامبول تيتس ليه؟ مثلاً انتكون عندي هنا رفرنس باليو يعني مثلاً معروح انه مثلاً مثلاً فوركزامبل انه مثلاً في أفريقيا مثلاً الـ WBCS حيث يسمي الـ WBCS صح عندكم في الطيب لو فينا معي الطبيب الـ WBCS دي مثلاً اللي يكون يتعدم البيضاء تتراوح اعداد ايو الرنج بكون عندها رنج كده من كده اللي كده ده رفرنس باليو ويس؟ ايبا اتفضل احتواره زين ميو ده زين ميو بالضبط كده رفرنس باليو موجود مثلاً في منظمة صحة العالمية وموجود في أي مكان وهو عبارة عن شنو انتيربل ويس انتيربل استيميشن يلا هنا بتاقي تعمل تست فور انتيربل تعمل تست فور انتيربل تعمل تست فور انتيربل تعمل تست فور انتيربل طبعاً دي هنا الـ WBCS ما فيهو علش عارفة دي بوا موجودة وين؟ موجود برنامج اسمه R تعمل تستمع بيو؟ اي هذا الـ R program ده اللي هو برنامج جديد طالعي حسي بعالي الحيات دي كلها بعمل اي حاجة اي تستعمل انت تكتب برنامج تشو خطوات كده ويتعملون حدد الـ parameters اي تعمل يعني R بالـ R لكن طبعاً لما ذكرت في النهاية التست فور ديفلنت ممكن يكون التست فوردو ممكن يكون للـ 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 لكن بس انا هنا يعني ذكر أو موجود في أغلب المراجع هو اللي بتكلم عن الـ لكن هو التست موجود لأي الا الـ الا الـ لأن الـ بطبعاً للـ تطلع للـ هو اللي بيغيّم لك الـ فلا ممكن يكون للـ يعني ناس انا أنا مثلاً بقدم لكم الدورة التلابية صح؟ ما ممكن تعمل لي بالوائشانا صح؟ طيب نمت ولا شنو يا شباب؟ لا ما عاكدك طيب ما عاكدك صح طيب طب بالنسبة للسنسيتيفتي أيوة ولا سبسيفسيتي إذا أنا فهمها كويس يعني السنسيتيفتي أعتقد أنه يتتكت البوزيتف يعني مثلاً لو أنا عندي تست عاوزة أقسبيه الناس اللي تيتستب بوزيتف فلما يكون عندي هاي السنسيتيفتي التست كان ديتكت يعني موستف دي كيسيس اللي هما تستد بوزيتف لكن أنا لو بهمني الحاجات النغاتف زي مثلاً سايد إفكت أنا عاوزة إيزول جاهه سايد إفكت دي إذا أنا فهمه أحياني أو إذا أنا عاوزة أشوف الناس اللي ما حصل لهم الحاجة المعينة دي ذا المنح والسرم بتاعي هنا بعلي السبسيتي حاجة التست بحيس إنه أي حاجة نغاتف أنا اي كان ديتكتب باي دي تست أيوان شفت كده صح صح طبعاً في عنده 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 كيرف الروك كيرف اسمه الروك كيرف برضو بحدد لك بالضبط أفضل مكان أو أفضل غرار بالنسبة لك فيها تحتك من الروك كيرف الستاتيستيك ده بالذات متخصص جداً في المجارة الطبية يعني لأنه قدت ليك حتى الكونفيدنس 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 اللي كنا بنحدده 99% بذات في البحاثة الطبية دايماً بنكون عالي جداً لذلك قاموا افتكروا المؤشرين دي لعشان يحددوا شنوه يعني اتقى في اتخاذ القرار أنه مسألة متعلقة بحيات الإنسان كلام مضبوط طيب نبدأ بال حنشتغل على المين طبعاً دي ما قلت لكم مفروض نحنا مرفوض نشتغل على المين نشتغل كمان على على المين وحاول نمر على النورماليتي تيست سريح كده بس يعني أوريكم فكرته بس فكرته ونشيوه أنماع كثيرة منه لكن أهم واحد منه وحاول لكم لكم على شوية طبعاً نحنا هنستخدم الآن تي تيست وتي تيست مفروض الداتا بتاعته تكون نورمال نورمال وطالما هي الداتا مفروض تكون نورمال لازم الاختبار بتاعنا أو الداتا بتاعتنا تكون نورمال لشان نحنا هنستخدم شنو التي تيست يعني التي باليو ما هي ددستربيوشن نورمالي ويستخدم في حيث يسمع cut point تحددوا ويتحدد هنا لكن في الحالة بتاعت شنو إنك تثبت إنه data بتاعتك ما normal distributed data شنو ما normal distributed يعني discrete data في الحالة يستخدم طوال اختبار تاني وفي وقي سكوير هنا ماليس؟ طيب وضعت الفكرة بتاعت normal distribution test؟ طيب يعني مثلا ناخد مثال بسيط يعني مثلا الويت هنا الويت هنا طيب ظاهر قدامكم شاشة صح؟ ظاهر الويت ده مثلا هل هو normal distributed ولا لا؟ طبعا ده مثال بسيط يعني بسيط يعني مثال بسيط يعني مثال بسيط يعني هل الويت ده هي normal distributed or not؟ إذا كانت normal distributed طوال انا بمشي بعمل شنو؟ استخدم التي تس يعني طوال يستخدم مع التي تس وايس؟ وده هنا المنهجية بتاعتك سريمة أما إذا كانت data دي ما normal distributed فما ممكن تستخدم انت normal distribution normal distribution for non you know normal distribution data تمام؟ حتى دي مهمة فالاختبار الأول التشخيص اللي normal normal distribution دي مهم عشان تقدر تمشي انت حتى تستخدم التي تس ولا تستخدم حاجة تانية بسماحنا non parametric statistics إذا معناها إذا معناها من الكلام ده إنه الكلام ده معناها T distribution إذا parametric statistics T distribution parametric statistics طيب؟ كلمة parametric دي الكلمة ذاتها جاية من شنو parametric ونم parametric جاية من شنو كان parametric parametric يعني لأنه النورماليتي تيست أو normal distribution data normal distribution data قايمة على فكرة معينة إنه السامبل دايما بتاخد خصائص شنو؟ المجتمع طيب؟ إذا كان المجتمع موزع توزيع طبيعي والتوزيع المواتد والعين أتد المواتد ممثلين للمجتمع إذن العين ما لا؟ أيضا بتكون normal distribution طيب؟ طيب وال个 population value اسمها ان احنا تمام سمينها population شنو؟ parameter parameter كلمة parameter دي كلمة البرامتر إنه أو الداة بتكون بتاخد خصائص المجتمع حتى تصبح الشنو الستاتيسيك بتعاتي شبيهة للبرامتر أو البرامتر وضحت الفكرة دي يعني هي كلمة البرامتر جاي من هنا وما ما تكون الداة لماذا معناها ما أخذت خصائص المجتمع أصلا لازم يكون المجتمع بتاعنا normal distributed دي حاجة مسلم بها absolutely فإذا كانت الداتا ما normal distributed إذن ما بتاخد الخاصية بتاعت البرامتر لذلك تبقى الداتا دي مفتوض تحلل بطريقة نامبرامتر لحصل الرابط دمي ناترو في المنطق دا مهم بشديد طيب النامبرامتر دي موجوده من طبعا موجوده هنا سوف دي نامبرامتر كيستدسيس دي تستخدموا متين شوف هي نفسها دي نفسها المقابلة ل البرامتر الموجوده هنا نفسها بالكومبير دي نفسها شريحة دي أو الداون ربينو دي دي نفس الاخترارات الموجوده هنا هي هنا لكن دي بتستخدم متين سيلا نالي إذا العين بتاعتك لا تاخد خصص الملتمع يعني المزاج النورمالي اللي هي بتاعتك البرامترية بتاعتك يعني الداة بتاعتك ما نورم مستخدم بالتالي ما حتاخد ما حتاخد ما حتاخد قريبا من قيمة فيه البرامتر خبير طبعا في يعني في فاكترس كثيرة أيضا أحيانا بيقول إستمبول صحيح لو كان كبير حتى لو كانت البيانات بتتوزع نورمالي العين لو كان كبير بتقول لك توزيع طبيعي صحيح ليه بتتكلم ليه لأنه انت مزيد حجم العين الماقين بيقل بتتكلم عنه كذلك ما يعني يعني ما نيجيل معناها الاس بتجرب من البي بتكون تاخد خصائص ال لذلك بتعملها انت بعدين بتعملها برامتر او بتعملها برامتر برامتر طبعا فيه فوقت يعني برامتر 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 بيناتهم يعني انت تتميز بيناتهم فيه حقيات كثيرة منها مناسب type of sample نفسه type نوع العين برضو حديد لك انت هتتتعامل مع برامتر ليه لورك ليه لأنه البروبيلتي sample البروبيلتي sample بالذات ال نورمال سوري ال random random sample وال system random sample كلهم دراه بشنو انه ايو النورماليتي اللي هو انت منطقة تاخد random اللي معنا تدي equal chance selection وال equal chance selection بيديك الخصائج تاعت ال population وبالتالي بتنك تضمن بعدين المدات هتكون normal distributed بيديك وبالتالي هتستخدم معها ال parameter يعني انت ماذا ال population parameter يعني كلمة parameter جاي من انت representation بتاعها بيديك 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 بعدها دي برضو مسلا من الحاجات اللي أجينا في الأطباس حنجي نأخذها دي عندها سلايز براه وشرح براه وكده ويش يعني حتى فاكترس بتخليك تمشي في البرامتر ونمبرامتر لكن المقدمة بتاعتنا الأساسية عشان أنا أوريك إنه كلمة برامتر أو مصراحة برامتر ده هو قايمة على الحاجات دي كلها عشان كده بعدها جد تصنيف بتاع البرامتر ونمبرامتر أيضا السامبولين فاكتر أو ليش نو الدستوربيوشن فاكتر او نورم الدستوربيوشن فاكتر يعني مع انت فاكتر بتاع نورمالتي وانت فاكتر بالسامبول الاثنين ممكن كل واحد بيحددلك تمشي وين باتواع والناتشر بتاعت الـ الـ مالذي كنت لديك ما يكون الفكتر التالي فعله كما كان البتاعة Combatting.. ما يكون قوانتاتية لا يكون ما يكون normal distributed ما يكون normal distributed تمام؟ أعمل continuous absolute continuous variable يعني كما أشهد normal distributed لكن كمان لا يجب أن تستخدم 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 و Santita و建ك فيه يطرح هل في مدينة إط Leaf Silver من ـ yjet في صفح الجوان في منطقَ في الصفح الزوط هل على مدينة لتستخدمها تستخدمها واحدة منها طريقة اللوجاليزمية طبعاً يعني الحسين بيقول لك أفضل بتاعت الطبيعة الداتا مثلاً هي والسامبل أخذت أعتقدت في تفتح في الصوت صوت كده واضح واضح كانت قطع فيه واضح إذا الحسين بيقول لك إذا أصلاً متغير ده طبيعته هو ومفروض واخدت السامبل بطريقة سريمة لخطوات نحن ذكرناها في المقدمة مفروض هنا الاريابل بتاعيجا كوينشونا نعمل دستيبويت طبعاً يقول لك أفضل إنه تتعامل مع البرامتريكيستيسيكس رازل زان النامبرامتريكيستيسيكس ليه لأنه البرامتريكيستيسيكس طبعاً في الحالة دي انت بتحتاج تعمل ترانسفورميشن أو تحاول تعمل يعني تسميه شنو مانيوبليشن للداتا بتاعتك عسان إنها تكون شنو نورمالي دستيبويت من ضمن الأدوات اللي هي اللوغاريزم ضمنها اللوغاريزم يعني لو انت أسكت الفيريو والحقك ده دربتو في اللوغاريزم بتحاول لك كغيمة معينة بتعمل تسير بتاعك بتعمل أنت اللوغاريزم بتحاوله بتجيك الغيمة الفعلية تطبي عليك لكن يعني واحدة من الأدوات المستخدمة اللي عشاء الداتا تكون نورمالي دستيبويته اللي هو اللوغاريزم طيب السؤال الميزة شنو طبعا الميزة بتاعت الداتا لما تكون نورمالي دستيبويته وتكون تستخدم معا برامتريك يعني تكون برامتريك لأنه فحي اسمها الربزنتيشن يعني انت ممكن تعمم الستاتيستيك بتاعتك دي على الباحثين وتكون سهلت على الباحثين إنه يجي تاني يعمل الريسيرش في الحتة دي كويس؟ فدائما يعني مثلا البحوثة السريعة البحوثة الطبية لو عندي تجارة كده عايز عملها في أغار معين بستكتله عشرة في هيران كده وخمستاشرة فارعة عمتا شون تجربة دي ما دي ما سموها يعني بحاس فقط يعني بتصير للعينة فقط اللي انت بتتعامل معها ما بتكري التعامل معنا ما بتكري التعامل معنا ممكن تستخدم تيتس نطلب سليوت لي لكن مثلا ما تيتس بوكسو دي ما هتستخدم تيتس بوكسو دي ما هتستخدم تيتس بوكسو دي بحاسة بحاسة عشان نشوف بعد كده تستخدم أو تستخدم أو تستخدم بحاسة بحاسة تستخدم بحاسة طبعا بتكون أحسن ليك وأسهل لكن ما بتكري تعمل نتيجة بتاعت البحث في بحث يتعمل في كورونا هسي والله في واحد فرنسي سأرسل ليكم ما عارف لكم بعدين أرسل ليكم وعمل عينا عمل لا عينا من ثمانين مريض أو كام واحد ثمانين مريض وعمل عقار معين وجاء قالوا لا عقار دا وخلاص يستخدموا عشو الهجوم اللي عليهم الناس هاجموه هو هجوم شديد بعد ذلك كام عمل أحد عينا شنو من ألف وشوية مريض شفتا كيف عشان يدخل في بيدخل في شنو أو يقدر يستخدم البرامترك دايما البحاث اللي بتكون ملاحدودة بحسب عينات العينات القليلة الصغيرة دي اللي هي النمبروبيتي سامبول ما معناها الأبحاث دي مرفوضة نتيجة فقط تعمم على العين فقط يعني أنا نتيجة بتعطي لعينة معينة ما بقدر أعمم على البابوليشن كهول دا الفرق بين البرامترك والنمبرامترك عشان نقدر نحن 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 نشوف نقوم نعمل نحن نعمل اختبار نحن نحن نشوف الاتا بتاعتنا بتاعتنا بتاعت الويت دي هيا نورما دي سرويت الدولارة الاختبار طبعا بتاعتنا تاعت النورمال التي موجود في حتات كتيرة موجود في طبعا في الامرس بديك الامرس بديك اختبار كتيرة يوخذيك تسرشة في الاتاات تسرشة فيها المشاكلة لكي دا لكن أنا حامشي استخدم مباشرة الاختبار بتاع النورمالتي بالنسبة للويت وحاجي هنا حيستخدم KS تيست اللي هو ون سامبل KS تيست اللي هو كالمكلوروب ساميرنوف تيست طيب ده اختبار فور نورمالتي عايزكم تركزوا معي لانه حيديكم اسئلة تقيلة جدا عشان نشوف الحياة رديتكم لها دي مذكرين او لا لا مركزين معي ينشوف الحضور كم هالسين طيب احنا عايزين نشوف الويت طيب وشايف هنا شوفت كل التوزيعات موجودة هنا شايف الواسون، تشربوشن، او نشوف الويت التعديد مثلا هال توزيعة كدا مسلا الواسوني، هال توزيعة اكسبو نشيل الوريب تسته حانا نجي ادخل الويت حقا عادي جدا وانقليك وانقليك بعض ما انا اخترتو الاناليز وادغط اوكي طبعا بجديني تشكريت عادية اللي شنو مثل العلمين بتاع الويت standard deviation اللي شفناها طبعا في المحاضر الفاتل حاجة هنا للبي باليو شوف لغاتنا كلها هتكون تاني في البي باليو اخوانا طيب هنا البي باليو بتاع T كم طبعا لو عندك انت مسلا لابتوب وكده معاك ممكن تفتح شنو ممكن تفتح الدادة وتعمل نفس الخطوات معايا او بعدين تجي تراجعها في تسجيل وتطبق يعني طيب هنا البي باليو كم 0.2 0.2 جميل 0.2 تمام ده اختبار متاع شنو نورمالتي اخوانا طيب ده اسم نورمالتي 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 ومهمة. طيب هنا عندك في النورماليتي تاست. طيب عندك اتذكروا. قلنا عندنا دائما اتشنوت صح? طيب اتشنوت. اتشنوت. هنا. هيدفيريبو الحقا ذا الويت مش كده? طيب. طبعا ان الهيبوثيس دائما بتاوي زيره. في اي اختبار. حتى في الهيبوثيس او الهيبوثيس دائما ان الهيبوثيس تاوي زيرو. اي اختبار موجود في اي حتة. واسبتلك كيف? اسبتلكها الآتي. حتى الهيبوثيس. التفرنس. التفرنس. between مثلا x bar and mu. برضو ان الهيبوثيس بيستوي زيرو. ليه? لانه انا حسنا ما نقول X bar equal Mu معناها X bar معناها X bar يا سلام عليك يا مبدعة ما هو الزيرو شايف ما هو الزيرو ما هو الزيرو في أي اختبار جيب لي أي اختبار موجود في أي مجال ويستحج آخر نظريات كلها بتلقاها مبنية على الزيرو ده شانت لو عايزت عمل اختبار جديد ده المستدولوجي كده نشبه ان اختبارك لبسه ويجيره في النرهايبوسيس شانت كده يسمع النرهايبوسيس طيب اذا بالنسبة للويت هنا طيب بالنسبة للويت هنا الويت بالنسبة للاختبار بالنسبة للويت بحاول افتح في اللابتوب بس اللابتوب بس اللابتوب قلت وصارة طيب معنا بس من يا ديكتور بس لو سمحت ذير ارجع معاق ال النورمالك تست انت متقبرت وغسطب مشيت هين في الاناليز في الطول بار مشيتلي ايكو مشيت هينه في اناليز ونننظر بارامترق كيستيكس والليجيسي ديالوكس واخترت هنا وانسامل كي اس اوكي. طيب. هينه طبعا هو احتبال اسمه كي اس الوقت صار اللي يكال مكلوره بسميرنوب كي اس تست طيب طيب أنه الهيبوسيس لسينا هدي كي دينا الهيبوسيس طيب هدينا الهيبوسيس طيب التن الهيبوسيس is not equal zero not equal zero طيب لعني شي لما أنا أقول w weight equals zero يعني ال data normal normal not normal في ناس قالوا normal في ناس قالوا not normal طيب نصوت شوفوا على الهيبوسيس هم عندهم الراطية طيب في ناس قالوا في ناس قالوا normal في ناس قالوا not normal طيب هي قالوا طيب 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 نورمال نورمال با الدموغراطية تسويد بس نورمال نورمال ما في حاجة كدا بين بين نورمال النال هي بوستيس دي ما ينطلون رماتي النال هي بوستيس حاسما نورمال 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 دايما يا ما هي بوستيس ممكن تقبلها أو لا تقبلها خلاص لكن بعد ذا别ت لكن الحديد زيز مانا هي نورمال ما في عامбо مؤسر هيكون 100 طيب أنا طبعاً في نوماليك التس دا عايش كم شوية تركز بحيط طبعاً إنت لما تذكر في المحاضرة حدثنا لما نجينا قلنا الزيت ديسترويشن الزيت هالستاندر باليو الزيتاندر باليو المين بتاعه كان كم؟ زيلو زيلو المين هنا كم؟ زيلو زيلو سي بفترض شلو اخي بارنا بفترض انه التمانية وستين دي مش متوسطي ايه زيلو 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 انا نورمال معناه فرض لحدم نورمالتي فرض البديلة نورمال الله عليك بضبط كده إذا الدموقراطية جابت الموضوع شايفت؟ موضوع شبه موقراطية هيا تصويتك مدنيه مدنيه طيب اتوان اتوان ايوان إذا ما كان المين بتاعات normal distribution هو الزير وشان كده أنا قلت عليكم يوم دات شان تجد تفهموه اللي لا إذا ما كان المين بحقك ريس أيوة زيرو أنا ما normal distribution لأنه خصائصا normal distribution إنه الباليوب تحدد أو المين بتاعات يكون بساوي زيرو طبعا المين هو الexpected value أنا هنا المين زيرو أنه عندما تقبل فرض العدم في النورمالي تست لما تقبل فرض العدم أعلم أنه بياناتك دي نومالي كل ما كانت القيمة دي أكبر من 0.5 0.2 دي كم؟ أكبر 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 فرض العدم أكبر 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 أي اختبار أنه سؤال؟ أكبر دكتور ما طالعي نينسى بتاعك ما شنو؟ ما طلع لي ننسي الجذر بتاعك آآ من الترسيك يعني المين طلع لي كده؟ دمالي شتين باصلة سبعة خمسة أيوة، المين ستنب ديفيشن والأبسوليوت الباصلتيف والنجاتيف نفسها لكن أخر رقمين عندك يعني التستيستيكس ما طلعت لي يعني أخر عنوانين قدر أنا عندي ما فيش لجب تعملي تكفي نورمال لا قلتك شنو ما فيه؟ الرقم دي صرع عظيمة هي كده؟ لحد بي فاليو صح كده؟ لا ما طلعت عندك بي فاليو آآ ما طلعت صح يعني قصلي أكشلي طلعت 0.916 ما يكون من الدات بس حاجة في البيانات يعني في البيانات هنا في حاجة يعني مثلا هنا مثلا ممكن البيانات هنا كما نفسي البيانات دي صحيحة يعني لكن الفكرة بس واخد الفكرة بس أوكي الفكرة وأصبق عليك طيب الآن أنا ممكن كده بعد كده أشتغل على الوريد ده عايز أعمل نعمل اختبار نعمل اختبار الفتراضي مع بعض عايز أشوف هل الموظفين طبعا دي الموظفين في شركة هل أوزانهم دي مطابقة للمواصفات الدولية العالمية بتاع WTO ولا كورونا مؤشر عليهم موكير طيب حانا يجي نعمل في الحالة دي أنا معناه عندي ساندر عايز أجيس عليهم طبعا عايز أجيس مسلا على الساندر ويت مسلا 75 كيلو جام مثلا مثلا بلدأس أنا عرفت حمشي في البرامتر كالستيستيكس معناه حاجة في الوانسامبول تي تس لي لأنه حقارن بساندر بغيب الساندر وعايز أشوف هل الأوزان حقية الموظفين دي مطابقة للمواصفات ولا لا طيب حاجة هنا فبعمل بختار الويت حادي اختار الويت وعندك هنا حايز ما تسف هاليوم اللي دي الستاندر البالي الستاندر البالي دي شوف مع 75 كيلو جرام هل الأوزان في حدوة 75 كيلو جرام ولا أكتر ولا أقل وضغط أوكي بس بكله يسر بكله بساطة أضغط أوكي طيب هنا حاجيني طبعا المين وا قبل الوقت طيب بشكي اليمين كومبير مينز وانسام بتي تس حا دخي الويت هل هكتب في التس بالي و 75 حكتب بدلا الستاندر الباليو اضغط أوكي وحلا بيجينا النيم الستاندر بيجان الستاندر أره أنا حاوريكم حاجة الضديف الليلة برضو منظرنا الحاجات اللي حدرك канале عليها شان بعدين لما يعني اي نتيجة محلة لا ممكن تعملها تتأكد منها هي الكوكينغ ولا لا طبعا المناسبة الكوكينغ في النتائج تحت التحليل كتير كتير والله انا قاعد الاحظ ديه وكتير جدا يعني انا لا لا بس اهنا محكم محكم لكن شنو برضو بالنسبة لكم انتو يعني بشكل عام يعني يعني مسلا لو عندك اي دراسة بتشوف فيها او بتراجعها كده اعملوا اماريكم حركة كده ضريفة بتعملوها السمحة انتو عارفين انا ادوات عندكم جربوها برضو خليكم انتو جربوها كتير ما بتنسوا الحياة ليه شنو يعني مسلا الان احنا بهمنا نهسي في النتيجة دي كلها القيمة اني شايف البي بالي البي بالي البي بالي انا احنا بس بكل ما احنا بهمنا البي بالي البي بالي البي بالي حوارك جاتي يات من وين بس ممكن امر على كده وسريعها هدي هي البي بالي إيش بيستيس بيسمى سيك؟ سيك تو تيل، تو تيل يعني هو النورمال شيء أيهم حاسيبه لك؟ بالتو تيل، بأي واحد من التيل يعني، يعني هم كنت يجي هنا أو هنا طيب، طبعا معي هنا دي المتوسط، كويس، عندك الستاندر ديفيزن، عندك دلي ساندر ارو، كويس؟ طيب، بدج من وين؟ ساندر ارو عبارة عن شنو؟ الستاندر ديفيزن على السكوير روت يعني أنا شوف، قيمة دي 2.97 بشي الغيمة دي بكشيما كده بالموبايل بس على 12، على جزر 12 هنا، لو طلعت دي الغيمة دي، معناها شغل صح طيب، دي انتهينا منها طيب الستاندر ارو ده أنا بجي استخدمه بعدين في شنو؟ استخدمه في شنو؟ في التي ستار، التي ستار بسعوليه شنو؟ بسعوليه الديفرنس، بسعوليه الديفرنس، بساندر ارو 15% ايه الضبط كده الديفرنس ده كنت went to standard error ايه الضبط كده، ايوو، طيب هنا الديفرنس ليه موجود هنا؟ شوف هدا مين جدا جاهز النغذي النغذيث معناها ال‌ستاندر... الويت حق السامبول أقل من الويت الستاندر طيب الآن أنا عاد أجيب تي ستار دي تي ستار اللي هي هدي أخوانا اللي هي تي كالكوليتد دي عبارة عن شروع عبارة عن الديفرنس ده اللي هو مينس 6.25 ها الستاندر ها الستاندر فيس مفروض تكسيمه من ديل على بعض كده بالموبايل كده سريع طلع ليك مفروض الغيمة دي فيس مفروض تطلع دي إذا ما طلع عدي معناه في مشكلة في كوكينج مفروض طلع يجب عليك أن تقوم بإضافة أو تكون مشرفين على طلاب في دراسات وابحاث هنا في الجامعات وكده هنا مفروض التي ستار تساوليك القيمة دي ألا دي طيب دي نقطة الثانية دار أسكور إليكم عند السؤال حد هنا دي أقسم على جزري فناصر أسكامبول سايز أيوة أيما ساندر أروا تسكر ذكرناه في أول محاضرة أيوة بساوي سكما سكوار روث of n أيوة طيب حتي تقول ليه p-value دي طيب يا دكتور بس أنا عندي ملاحظة ثاني أيوة أيوة في معظم البحث بتاعة البكالاريوس الطلبة لما رجي عملوا تليقين un some or two test مثلا في test-value دSA سيتم لثاب ترمين حما يخيطها 0 لذلك عندما نقوم بها أنالياسيس طبعا أي قيمة من تقريمها يتحرروا بـ 0 يعني صحيح الصحيح الأمر يعني لهذا شيء مهم دائمني خصوصا للطلبة التعليم كانت للشكل منشه للشيئة خصوصا للبراهن خصوصا للبراهن أيوة كنت نبهوك دائماً في أي تيبل بتاع Output حاجات مهمة لازم تكون موجودة أول حاجة المين أول difference أي واحد فيه المين يكون موجود المين يكون موجود المين يكون موجود المين يكون موجود حتى لو ما خطى T بتعرفها خطى T طبعاً بتقدر من دل تعرف T ذي صح ولا ما بعدين انت طبعاً ما تكون جداول كثيرة عشان تعمل تشك بس لتعمل تعمل تشك يعني تكون جداول جداول بتعملك إذا يعني تطلع لك بالضبط تتأكد إنه نتائج دي صحيحة ولا فيها مشكلة طبعاً انت تظن إنه ممكن يكون غلطان في الطباعة أو في كده لكن لو تكررت الحاجة دي في جداول كثيرة معناها في مشكلة في المحلل أو في التحليل على الصايد عمل بطريقة ما صح والحاجة دي بمناسبة أنا يعني لقيتني كتير جداً تشكينها بالنسبة لكم بقول لكم دائماً بوصيكم على الشماء إنك تحليل بريانات كبارات ما تدي زوني حيليك ممكن المحلل اللي عليك الاول عشان تخلي الشغل يتنيع يخدت لك أي أنغام مرحياناً تحصل مرحياناً تحصل مرحياناً تحصل طيب طيب الحيطة دارنا بيحكوا لها تاني برضو اللي هو شو إنه هنا ال 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 لاحظ معي كل ما ال 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 كل ما ال 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 كل ما قيمة ت يعني حتمشي على الصفر كده تصار حتمشي على طيب تصار تمشي على زيرو معناها ال ملا لا ملا تكبر واحدة صغر بس متكبر متكبر ايوه وبالتالت تصار حت تخذ بالأكسفتنس أريا تمام؟ ومو التصار تخذ بالأكسفتنس أريا ما توفر لك دليل كافي بإنك تعمل المجرم 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 تحكم على الإعدام وتقول اندي أدلة هوها مصر مريء طيب 1 ايوه كده الشكل اللي بتعمله هنا انت دا تاوين من المجرم طيب 1 طيب 2 ما فيه مشكلة ممكن يحصل يكون بسبب سامبلنخ ارور طيب 2 يعني عندك سامبلنخ ارر عالي الرزاد من الساندر الأرور التي تعلنت وحس وبالتالي لنال هايبوتس كبالت النال هايبوتس بيشنو بعدم حتي بعدم موجود الأدلة بعدم كفاية الأدلة بعدم كفاية الأدلة طيب إذا شفت العلاقة بين الساندر أرر والبيي فاليو شفت علاقة بعيدة كيف لكن الساندر هو البيي؟ الستاندار هو البيباليو وضحت الحيطة دي انا دي الحاجات الدائرة اديكم لها يعني هنا موجود موجودة في اليوتيوب في اي مكان تعمل كليك هنا تطلع النتيجة دي انا هديكم الحاجات اللي بتفسر ليكم التفاصيل دي المهمة انت بتبقى على البرمان لكن الخطوات دي تعمل كده اختبار هنا تجيب خطوات هنا ما صعب ممكن تتغير من برنامج لبرنامج و تتغير من برنامج لبرنامج اكدوا انت تاخذ السيولة كلها بالتفاصيلة انت بعدين اشياء انا في يوم من غير كتاب افكر في انه دلوخ بجيب لكم البرزنتيشن ثاني في الابانس او في الجزء الثاني من الكورس كيف انا اربط من الستاندار اليرو والبيباليو يعني انا نجيب راها ممكن يعني انا اخلي البيباليو كيف ممكن تكون يعني ممكن تكون يعني تتأثر بالساندار اليرو ليه ليه تتأثر تأثر قدر شنو والرسبونس هل يعني افكتيفنس ولا فيه يعني مثلا بتأثر كيف والرسبونس بيقيف متين يعني مثلا يكون فيه نس عالي ومنخفض متين يعني فيه كلام كتير طبعا حتى حسب الذات تحتك طيب نجل في الموضوع بتاعنا بتاع الاختبار حقنا الان ده نعمل الاختبار طيب نعمل الاختبار هنا بدجي يشوف الاختبار يشوف هنا يشوف البيباليو حقتنا يالله بيباليو 0.59 0.59 بيباليو حقتنا 0.05 0.59 يعني 0.06 ben. ميو ما ميو خس 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 0.tt X bar equal mu طيب يعني الأوزان 68 الأوزان 75 هل الموظفين ديال يعني طبعا انت بعد كده بتاقي تجاوب على السؤال لكن أسل القرار بتاعك accept or reject دائم بل كده هدي ال p value accept or reject the null hypothesis we will reject 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 طيب نافيزو accept 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 0.5 so it is accept accept or reject دائمًا بتغاري نظيمة دي مع 0.05 زي ما قال عثمان يوم داك تتعني سوادنا بتغاري مع 0.05 في زيهنك موجودة ايوة حد الصفر يعني تحدي أقرب الصفر أقرب حاجة للصفر يعني طيب 0.06 أكبر ولا أصغر أكبر لا الأصغر أصغر لا الأصغر أصغر ποذيس أصغر أكبر Book coil So accept right So accept No depressed So accept So accept Yes onolare hypothesis Unt然後 بعد كده بعد ما انت عمدت acceptance or rejection تخصى الغرار تعمل interpretation تحليلنا شنو هنا؟ التحليل انو المين بتاع الـ sample less than standard mean التحليل او الinterpretation ممكن نقول انو الـ except variable mean التحليل من الـ sample of the population تحليل مؤثر على الاوزان بتحت الموظفين تتخليل انو هي ضعاف او ناس اقلة هو السؤال طبعا السؤال السؤال هو اشان انا خليلنا هو كلامكم كله صحب ونسب السؤال كان اصلا جبال في الفردية هل اوزان الموظفين مطابقة للمواصفات مواصفتها الجنسية بالإجابة لا في الحال في مطابقة مطابقة لا مطابقة بعيدة موجودة أم لا مطابقة مطابقة مجادني كذا نفسي كنت أتضاف المنصف مطابقة ماذا رأيكم بقيت المشاركين إذا أنا قبلت أن أدريك أنه قول لي مطابقة مطابقة معناها في خطأ بإيجانس خطأ بإيجانس طيب طيب الكلام اللي بتقال بتطبط عايشكم يعني تتركزوا فيه شوية إن إحنا هنا لما نقبلنا فرضية العدم فرضية العدم بتقول شنو إنه الأوزان تحت العينة اللي هي ده الموظفين بتمسل الموظفين كلهم صح بتساوي لما نقول تساوي 75 معناها أوزانهم مطابقة للمواصفات الصحية اللي هي من WTO بالضبط كده الفرضية البديلة فرضية البديلة فرضية البديلة إنه أوزان الموظفين غير مطابقة غير مطابقة غير مطابقة لشنو لأوزان ال WTO وجينا قبلنا نحنا طيب نحنا هنا قبلنا معناها إذن أوزان الموظفين أوزان سليمة نبغى للمواصفات الصحية الجاية من WTO نعم 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 والكلام كده إذا ما تغانب 68 مع 75 الفرق يا ربكم 6.2 نعم شوف نعم الفرق ده نعم ده اسمه ماركة ديفرنس اللي هو الفرق الرغمي الإحصى ما بتعيني الفرق الرغمي بتعايني للفرق المعنوي للصائل موضوعي 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 لانا كنت تفتش عن فاكترز بتعمل بتخلى الديفرنس موجود ولا لا بمعنى آخر المعنى تكننا معاكم كتير في حتة دي لكن يعني ممكن الديفرنس يكون بالجرامات لكن بتلقي نفسك عمدت ممكن الديفرنس يكون بالجرامات ويس وتعمل وممكن الديفرنس يكون هنا بعشرات كيلو كيلو جرامات نكبر لنفسك انت شنو عمدت اكتبت نعم نعم دكتور يبقى دائما اكمل حتة دي وبالتالي انت نظرتك دائما ما تكون الديفرنس هو كم نظرتك لقرار بتاعك انت اكتبت النيفرنس ولا رجقت النيفرنس وبتعني شنو النيفرنس وبتعني شنو النيفرنس بتاعك بيكون ممنع على الحتة دي ما على الفرق دا سألت 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 السلقية 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 هنا بوردر يعني بوين أو 5 وهي قد يقوم بجدور الوين او فاية. يعني كويس. كوي. فإذا جيت لكي ستار هنا كلامك اللي مبارح. نتغلب لكي ما بيستخدموها. التى ستار هنا بطلدي غرار مختلف. التى ستار هنا إذا غارلتها بالتنين بطلدي نريجكت. موش؟ في الرجكشن ريجون. ممكن لأنه غيمة تلبيه يعني شوية قريبة من الالفا. بطلديك العافية. إن الطريق التطبيقية التطبيقية مثل زمان حتى في جاء ما أخرتم إحنا فانا مسلحنا الكلام دي تسجيل يا أخوان والله السياسة هي بتدخلنك مشاكل يا أخوان. طيب عموما زمان كان بيقول لنا مسلا يقول لك غارل مع اثنين مع الرغم اثنين. نسب قبل الكمبيوتر نحنا درسنا زمان ما تسهلوني متين يعني. يعني مسلا يقول لك غارل إن القيمة بتاعتك الطلعتها مع الرغم اثنين. الآن أنا وقارنت أسه مع الرغم اثنين غراري هنا بيكون رجلت نظر هاي بص. لأنه أداد تايم كان في كمبيوتر كان الاسبسيزة كان اندردوز يا أخوانا حتى أنا اشتغلت فيه كان اندردوز يعني زمان. اندردوز يعني حتدي أوامر كتيرة جدا بس تطلع المطس بس خليك من تطلع حياتها. فكان لايما الناس بيقارنوا مع الرقم اثنين كويس لأنه الكمبيوتر والحيات دي ما كانت موجودة صراحة يعني. للواقع يعني كده. خليجي كلمتريك صار؟ إذا كانت مع الرقم اثنين هنا بيقول لك إذا كان تي ستار أكبر من اثنين تعمل ريجكت هنا الغرار فعلا بيكون مختلف من الغرار حقنا لا. طيب طبعا هو برضو يعني الموضوع يعني هو ما بعيد يعني هما ممكن يكونوا برضو على الحق يعني عندهم برضو مبرر أو ركلة هو شنو دافع لك عنهم. طيب طريق دي. يعني مثلا الرقم دال اثنين 1.06 أصلا نية لزاق تقريبه من 1.05. طيب؟ طيب؟ طيب طيب لك، لكن انت في الحاجة ممكن كنت أغير حاجة دي كويس. إنت ممكن تقول والله أنا عملت لجيكت omega 90% محدود. ما إنت عندك الـ confidentiality دي ممكن تحرّيك من 90% الـ confidentiality ممكن تحرّيك من 90% الـ 99% صح فهنا أنا ممكن أقول برضو الـ project عندو الأوزان دي تجيب من 90% مواصفات لكن الـ confidentiality أنا واسق بس في النتيجة بتاعتي بمستوى أقل من الثقة 90% بس برضو كلام دا منطق وعلم يتكتب في الأبحاث لين أورّيك دائما أنت ممكن تجييد الـ سبيكر بتاعه عمل الـ سبيكر بتاعه عمل الانجاج ليه أنت ممكن تجيدي الـ confidence level لأنّك أحياناً يعني الـ data بتاعتك ممكن يكون فيها مشكلة يعني مثلاً sample size كليلة حسن Sampling of error وكان فيه مشاكل حيّة بسيطة يعني احياناً أسئل لو زدت حجم العين في الـ data دي هاتسي بس طريقة كده بصدفة قد يسترقين من دي حد كيل شفتها ال .06 دي حد كوالي حد كيل فإذن كده دائما الـ confidence table ممكن ترفع لحد منها إذا تقول والله غرارك ممكن يكون كيل وحيانا في بعض الدراسات الجبلة حسب بتاعت الـ variable data والـ data والبحث الشغل في منها طيب وضحت الحوار الحيطة دي وضح ماذا تفضل الـ? واضح هو الـ confidence level هو نفس الـ confidence interval؟ الـ confidence interval هنا؟ ولا دازل قوي لا كمصطلح يعني هو الـ confidence level هو نفس الـ confidence interval؟ كمصطلح طيب 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 الـ confidence والله شيلتك صعبة خلاص الـ confidence level الـ confidence level هذا عبارة عن الـ range كمصطلح بتاع الاختبار أعتقد انك بتاع الـ acceptance region لتاعتبار الـ confidence interval الـ confidence interval الـ confidence interval عبارة عن نوع من أنواع التقديرات confidence interval estimation يعني مثلا أنا عايز أقدر الميم بتاعي بـ confidence interval 95% معناها هيكون عندي الـ lower value and upper value يعني بكون lies between الـ upper and lower value كمصطلح دعوا الـ Confidence Interval واحدة من الـ لكن ما مهم يعني. فالـ Confidence Interval يختاري من الـ Confidence Levels. واحد الـ Level طبعاً هو الـ Area بتبعث الـ Acceptance أو الـ Acceptance Region. الـ Area for Acceptance دعنا ناهي أبو. قصة هم يديني هنا الـ Confidence Interval للـ Difference ذاته. للـ Difference ايه. للـ Main Difference ما للـ Statistical Association. نشوف اختبار ثاني في الـ Age ولا؟ لا ممكن. طيب. ممكن بس. ايه. ممكن بس. ممكن بس. ممكن بس سؤال. لا ممكن بس دارى قوليه منه الـ Confidence Interval C عندها اقواجيه أنا بجيب بيها. يعني بتوضحيها الـ Usual Value. إنها هي لازم تكون two standard division. أقواجيه من partesين. لأنه الـ المتحدث عن الـ الـ Acceptance region أيها الـ 2 هي عبارة 1.96 أصلا يمكنك أن تكون الـ 2.0 أعرف لي؟ 1.96 أما الـ الـ Conference Interval للـ الـ Population as a whole يستخدم الـ Standard Error ووو الـ Standard Error هو الـ 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 طيب طيب أكي دكتور هول الـ الـ ديكتور في البروستس صح ديكتور ديكتور معلش بس عندي سؤال لا في زميلتك عندها سؤال أول بس السود قطع حسامل آه خلاص أكبر هو ما سؤال هو يعني عندي يعني هي الـ confidence في البروستس من البروستس ليس البروستس صح ؟ يعني يا مخاففة انو البروستس تتطلب البروستس البروستس ليس البروستس بإنقال بس يا دكتور خلي زول البي سؤال بس هو يفتح البروستس طيب طيب فضي يا ساريا ايديك العافي دكتور انا بز كنت عوز اتأكد يعني اعرف في معلومة عندي عوز اتأكدية صح والغلط بالنسبة لكومفيدنس يعني الكونفيدنس on a process that I generate the result with يعني الكونفيدنس حقيقي بكون في الprocess انو انا اي choose a process اللي بتديني الريزول صح الكونفيدنس في الدكتور الكونفيدنس الكونفيدنس في الدكتور لانو انت عندي القرار اتخذنا قرار وصوتنا عليه صح ايس على هذا القرار بعداك بنجي عند الانتربيتشن بنعلق عليه يعني هي اول حاجة بتتخذ القرار انا بنظري كده بشوف القرار بتعيب وديني وين بعد كده بجي اقول بجي افسر بعمل التفسير طبعا الانتربيتشن ده بفسر الحاجة ووجي اناقشها وشوف الاخرين وصلوا لشنو وعمل الانتربيتشن يعني فيها ده الانتربيتشن طيب فيه تاني منكم عندها مستفسار معلش ايوه انا بس عندي دكتور سؤال انا عملت معك نفس التحليل بس جاتني للا significant details طلعت 0 هل ده بيعني انا هي اعتبراينا لزان البي ال .02 ال .05 ايوه طلعت لك كمال ببالي 0 ال significant طلع علي 0 في الاستاتيستيك البي هل بيعني هل بيعني اعتبراينا هي less than point of five yes yes zero معناها zero معناها هي يعني اعتبراينا اكشوال هي طلع zero ولا مش ممكن يعني مستحيط تطلع zero هل هي فعلا less than او عندك معاي واحدة واحدة اول حاجة من هنا ما ظهر عندي شارة هويدة هويدة طيب يا دكتورة هويدة عندك هنا الاحصائيات قدامك ايوة ايوة طيب التست value كم اه طالع zero انا ما طالع علي نفس القيم حاجتك بال مينس طالع واحدة 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 ايوة 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 يا دكتور كويس هويدة امسك كويدا ايوة الجدول طالع عليك زيرو صح هنا ايوة ايوة طيب معناها انت بصنا عمدت الاحصدار اجرائيا لديك الخطوات بتاعتك في محل التست value ما كتبت غيمة ما كتبت 75 كيلو جرام ما غيرت ما غيرت ايوة ما غيرت ما غيرت ايوة ما غيرت ما تحتمديها انت ما تعليلي حاجة ثانية تعيد الإجراء من الأول تضغطي على analyze compare means one sample two test بعد كده في التست value تكتبي standard value على السجيس عليك اوكي يعني يعني هي بس أنا سؤالي إنه significant مستحي تطلع zero يعني حتى لو طلعت zero ما أدرا تبير انها لن تطلع ممكن تطلع ممكن تطلع zero أسي أنا ممكن في الويد ده خليليك تطلع zero أسي شواريك تخوك كيف ذاته اوكي يعني 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 لو zero إنها لزم بين all 0.05 0.05 أيوه إنتي بتغاري أيوه ديما مع ديما بروبيلتي مع بروبيلتي بروبيلتي 0 معنى إيشنو آه لزم 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 0.05 0.05 أيوه شكرا 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 نحن أوكي شكرا ورينا الكوكي ورينا الكوكي لو أنا عمدت تغييرت مثلا في أقلت analyze compare means وان سامب للي تيست طب نرجع لل data معلش analyze compare means وان سامب للي تيست في standard value هنا مثلا أنا ما عايز أشوف مثلا المنظم صحة العالمية تقول والله الأوزان مفروض تكون في حدود 60 كيلو جرام مثلا طيب أخذ هنا مع test value المكان ده تعال نشوف P value هنا لاحظ P value point O significant عايز كنت أقول دائما P value ما تقول significant لأن concept العلمي بتاع في papers في الأبحاث P back فهنا P value point O one three بجأ قارنا مع point O five point O one three set or reject 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 no reject reject 1 2 reject 1 2 reject أنو هي significance كده reject نحن عادة بنقول significant ليه؟ نقوله معناها there is a significant difference كده بالكلمة significant متاجي هنا طيب هنا reject, reject, reject أوكي معناها شنو معناها ال P-Value هنا تليل على إنه نحن we are going to select you know ال-alternative hypothesis معناها أنا حامش في ال-alternative hypothesis معناها الأوزان بتاعة الموظفين ما بتساوي 75 غير مطابقة سوري سوري ما بتساوي غير مطابقة الموظفين 60 غير مطابقة إنما هي أعلى من المستوى المطلوب أعلى من المستوى المطلوب معناها في factors هنا behind difference تيجي بعد كده بالكلمة بفروض يجي هنا في بروغرام بتاع شنو سوري مطابقة quien غير مطابقة هل يكون في مشكلة سوري مطابقة تقليل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 بتعمل أول حاجة بتعمل أو بتتأكد من إنه بياناتك D أو متغيراتك متجانسة يعني المتغيرين بتعوانك متجانسين بيانات المال والفيميل متجانسة أو غير متجانسة تتأكد لأن كل واحد عندها إقواجم أنا ما مذكر إقواجم أسي لكن إقواجم تحت T تستار لو تتذكروها إقواجم بتاعة إذا كانت البيانات متجانسة إقواجم اللي هو الديفرنس ثم حاجة تانية في فاكتر هنا ما مذكره فاكتر هنا F تقريبا S1 square أو S2 square أي لا ما أتكلم عن غيف أنا أتكلم عن T لأنه كل T ستار دي مثلا كل T ستار كل T ستار ليشنو لكل حالة مختلفة من التانية يعني مثلا دي ستار الأول دي دي اللي منه للبيانات المتجانسة ليش دي السار الثانية للبيانات الغير متجانسة كيف؟ كيف؟ يعني مثلا طبعا يعني هو السلام ده المهم فيه شنو انت مفروح تعمل أول حاجة اختبار التانية في البيانات كيف؟ بيجي أشوف أنا ال P value بتاعت شنو ال F طيق اختبار التانية في الأول بيقول لك شنو لك إنو Sigma Sigma 1 square أيوا Sigma 1 square يسعى Sigma 2 square أو Sigma المير يسعى Sigma 2 square في مير Sigma square إخوانا لهذا الVariance الVariance يستخدم لقياس التباين والتجانس أو عدم التجانس بين المجموعات الVariance يستخدم لقياس for measuring the variability within groups standard deviation measures the variability within values standard error measures the variability within statistics كيف؟ كلهم بقيسوا variability كيف؟ لكن الفوكس بتاع الVariance أعلى فوق يعين الgroups كيف؟ يعني الVariance بعين للgroups standard deviation بعين وزين الgroup نفسه values تحت الgroup ده standard error بشوف الستاتيستيكتر طالع من الvalues ذاته يعني standard error very micro يعني والVariance very macro يعني هل هتلاقوا من العلاقة دي؟ وبيج ماكرو طب يا دكتور مجانس مع الناشنون يعني كيف مجانس أوه؟ والله يا أخي فعلا يعني فعلا والله التجانس فعلا محير متجانسة يعني قيامة متشابهة قريبة من بعض طيب؟ يعني فكرتك الآتي التجانس ده عندي طبعا مغاييس برضو من مغاييس عشان هو الVariance ذاته يعني لو كانت الغيم حقتي متشتت تتشتت بعيد من بعض يعني الغيم دي متشتت اعتمد على التوزيع يعني؟ اعتمد على التوزيع يعني؟ اعتمد على التوزيع على القيم ذاته ده بالنسبة للVariance بالنسبة للVariance يعني التوزيع نفسها إذا كانت قريبة من بعض نسبيا وقيمة متشابهة من بعض أصبحت متجانسة متماسلة متماسلة التماسل دائما في نسموها شو؟ أنا بشوف التجانس ويزين البجموعة أو التجانس التماسل في الأشكال التشابه بالقيم أو التساوي ترغيب مع حدا يعني قريبة التساوي قلت شنو؟ التجانس بشوفه بين المجموعتين ويزين المجموعة زاته؟ طيب الVariance بيجيسه بين المجموعتين يعني هل يعني كأنه بقول شنو تجأت الVariance كأنه بقول المجموعة دي قريبة 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 طبعا الVariance هو الVariance قريبة ؟ طبعا الـ standard error طبعاً الـ statistics طبعاً الـ standard deviation عنده standard error standard deviation as statistics ولاته عنده standard error لكن الناس ما غير يشتغل به ما عارف ليه عنده standard error أنا ممكن أن أجيب standard deviation لحاجة ده ما statistic ويعمل له test هو ذات وشوه هو representative زي هاس الاختبار ده طبعاً هو الاختبار بتاعه شونه لكن variance بقال من بين مجموعة الميل والفيميل هل المتجانس ما هي طبعاً الـ الغيم لو بيقت ما قريب من بعض ممكن يكون السبب في الاختلاف بعدين في المتغسط بسبب شنو؟ إنه الغيم أصلاً ما قريب من بعض يبقى by definition فيه شنو؟ deviation أصلاً لشان كده بتاع الفاكترز ما يفعل طيب عشان كده أنا أعمال اختبار التجانس ده اللي هو 11-6 بشوف اختبار التجانس ده بشوف الـ P-Value بتاعت الـ F بجي بحدد accept or reject إذا نالله هاي بص هاتيب في بالي حقتينا إنا ست معنا أكسب أكسب ده أكسب ده أكسب ده ناله هاي بصه مش presentations مجموعة الأولى مساو المجموعة الرجالية 有 двух group sometimes المجموعة مع ناشنو معناها أعين، شوف الكلام ده، معناها أنا همشي لل p-value في ال line ده طوالي طيب، إذا كانت ال p-value هنا متجانسة طوالة أشوف الفرق بين المينس، نشتغل بعض أيوه أبي يعمل اختبار ال difference في المينس، أنا ما نصن به اختبار أصنص في الأساس ال difference في المينس، طالا? الاختبار التجانس ذا بس كان اختبار قبلي اشان اتأكد من وانش فيها تتجاه انا قيلة قلت عندي معادلتين فوق واتحت شايف المعادلة الفوق دي اللي بتاعت بيجيب البيانات متجانسة وكانت البيانات غير متجانسة اللي هي التحت دي هنا يعني مسلا البيانات التعالي اقلنا من 0.05 طبالي بجي للبيانات متجانسة ماذا ديش يلا اختبار التجانس ده بحد ده تمشي فياته مسار تيجي هنا. الله هنا الفوق ولا الله هنا التحق. حيبطب. بعد كده تيجي الخطة الفردية حقتك بتاعات شنو? الفرج بين المتوسطات. ايوة الفرج تحت المتوسطة تحت الويت. يلا. يومينا. ايكوال الميل ويت. تيجي في العواقق صح. هنا طالما 008 pode-over Little Reject accepted tourists here? opf. Qua 08e 없어. Zac or reject the null hypothesis? إيقظة إيقظة أنه لا يوجد فروق نفسي تجربة لعوزانة من الوزنة أوزانة أوزانة جندر ماروية أوزانة لا يوجد فروق لكن لا يوجد فروق إنه لا يوجد فروق لكي لا يوجد فروق المينز معناها الويت واحدة كيفا؟ بدروبوش سوا الفطور صحانه واحد صحانه واحد طيب واضح؟ واضح لاختبارنا؟ واضح واضح الله أستاذنا بتأثير واضح مالو؟ رهيبين رهيبين الجماع الما حاضرين معنا صانين شايفون؟ لا الناس المشاركين الصانين دل زي كده خلين دل جنبه لكن الناس المشاركين دل خلينكم ايه والله دارين سبعنا والله كما هم أنا كنت ممتزم قاعدين أيوة يمتعونا والله كما هدك بس أنا والله دعانك أتغني يا سلام أيوة وانا قاعدين كما هم كان نمتزمان يا سلام يا سلام يا سلام الدنيا 10 دقائق من عمركم يعني من زمانكم بس 10 دقائق بس عليش عندي سؤال قولي سؤالك قولي سؤالك قولي سؤالك قولي دا هنا هنا في 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 العمل يعني ميلو في ميل طيب لو أنا عايزة عمل بالتأكد مجدد 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 شوالك كوي مالة إلى الاختبار طيب صح كلامي صح لو أنا عندي أكثر من group لو عندي أكثر من group شوالك أنا مثلا أنا أنا عندي أنا عندي هنا أكثر من group مثلا لو عندي أكثر من group مثلا في Education مثلا عندي هنا secondary والباستقرار والأمور في الحالة دي بيستخدم اختبار تاني ما بيستخدم الاندبينيان سامبول تي تست بيستخدم الوانويانوبا اللي هو هنا موجود تحت هنا نفس خطواته سهلة بتخدت هنا الفاكتر بتاعي بتحدد الاندبينياني مثلا الويد واتخدت معه الـ Education ليه الـ Education Factor هنا لأنه هنا عندي Education فيه أكثر من 2 categories أكثر من 2 groups وبالتالي أستخدم هنا أنوبا خلاص الفكرة هنا مثل طبعا الفكرة بتاعت التجربة دي عادي تشوف التعليم ممكن يؤثر في الصغافة بتاعت الأوزان لا الصغافة الصحية بتاعت الناس مرتبطة بالتعليم بالفكرة بتاعت البحثة كده يعني هذا التعليم بيأكثر في العملية بتاعت التصغيف الصحي فهنا مفروض طبعا الناس التعليمه عالي متوقع كده أنا يعني يكون أكثر أوزان صح؟ أكثر وزنه بالعكس بالعكس لكن معكوسة القصة دي عالي المفروض يكون كده لكن هس العكس تعليم العالي مع الوزن العالي يعني طيب يعني سوف نفس اللغة واحدة اللغة بي بالي دي زي الموسيقى يعني تعزيمه في أي مكان في العالم بتطلع لك نفس المعنى بيفهمو لك يعني الناس طبعا البي باليو هي نفس اللغة الموجودة في أي اختبار احصائي في أي مكان هو كام برامتريك نام برامتريك اختبار احصائي عملو الليلة عملو قبل دمية السنة نفس البي باليو بتاعتك اللي البي بالي بتاعتك بتحدد تشوفي هل الأوزان ممكن تتأثر بالتعليم لدي الفكرة بتاعت البحثة حدية كده تلفي حالة دي لو كان عندك مور than two groups تعمل الأنوبة وإذا يوبتليك طيب نشوف test for correlation طيب؟ هامور على سريح كده بس ما عليش انا مفوت كانت ذا زمن اكتر من كده لكن test for correlation نحن مادم فهمنا دي ما نمنحه متجاية يلا ما عايد اشوك test for relation هستخدم اثنين استخدم بيو يعني مثلا انا عايز الان الفكرة تاعت البحثي شوف فكرة تاعت البحث عايز اشوف التدخين لا لا هل عنده على الاسم مثلا بثقافة المجتمع يش لايه التدخين وثقافة المجتمع اللي هو الجندر يعني هل الميل والفيميل تدخينهم زي بعض في المجتمع ده ولا لا طيب؟ هايجي ألقى الفكرة بتاعته ألقى المتغير بتاعي تعال الجندر وعندي متغير تاني اللي هو شنون سموكي اذا معناها عشان انا نربطهم مع بعض بعلقة واكتشف العلاقة دي لازم استخدم كاي هنا لانه ده قولتاتيب فيريمون ده قولتاتيب فيريمون فحنا استخدم كاي هنا لآتي خطواته عدنا لايز بعمل حي يسمى كروس تابس يعني انا اختبار ده بعمل كروس تابس الاختبار ده بعمل كروس تابس اللي هي جداولة تكرارية متقاطعة طيب ممكن اخد الجندر في الصف بيصهر ليه بعدين بشكل صفوف سوزيعهم واخش معاوة واخد معاوة الهدوكيشن في كولمس طيب بقوم بجانب السادسك سينا كاي سكوير السادسك بختار شنو كاي سكوير كاي سكوير كاي سكوير ده الانديكاتر بتاعنا هنا هستخدمون في الانديكاتر الثانية طبعا لكن اهم معا كاي سكوير واي هنا في الشلس مهمة جدا الشلس ده مهمة اختار برسنت 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 يا شخص برسنت كاي بجى شوف النل هيبوثيس بتعديل النل هيبوثيس انو كاي سكوير وقامت بإثارة 0 يقوي وتعني لا علاقة لا 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 الالترنتي الالترنتي بجي أشوف الـ P-Value هنا. Accept or reject? Accept. إذن accept the null hypothesis there is no... يعني بعد كده لما انتجت عمل... لو جيد عملت تفسير للجدول ده، تفسيرك بيكون descriptive. ما عندك evidence. نسبت إنه في علاقة. تفسيرك للجدول ده، ما بيسبت إنه في علاقة. وعينما التفسير توصي بس توصي بالحليل. النسب دي بس يحلل بس. يعني مثلاً هنا، هنا بس هالليك مثلاً يجدون ده مثلاً في % by row, % by column, total percent. إحنا بشوية علاقنا على هكذا. طيب by row يعني شنو؟ يعني النسب دي. شوالك دي. المناسبة في sky square cross stops ده. والcross stops ده ممكن تعمل baby research كامل بس للجدول ده. يعني شوف هنا بيعملك تحليل كيف. يديك هنا. أقول لك الميل. الـ smokers منهم 25% والنـ smokers منهم 75% الفيميل. الـ smokers منهم 13% والنـ smokers 87%. المناسبة في الـ smokers منهم. إذا كان النـchain ممكن تعمل. يعني لما أستغررر مثلاً النـ smokers بين الجنسين، هتغررر ننسبة دي معادي. في 75% في المية نـ smokers. وهنا في الـ Generationrage 87% في المية الرقم. سوف أقول النـ smokers أكتر موجودين موجود في الفيمر مثلا السموكرس اكتر طبعاً لفينت اللي حكون وين؟ في المير ايو دفينتل هذا الاناليسي بي رو فيه الاناليسي بي كولم كدا ينتع بتمسك السموكرس داتهم الاناليس موكرس في المير خمسين في المئة والاناليسي بي كولم في الاناليسي نفسهم 50-50 مقسمين بين المير والفيميل والاناليسي بي كولم 30% موجودين في المير و70% موجودين في الفيميل إذهب الفيميل مايرين اكتر مشنو لن المرزد من الحصة آخر من remark point ومع الاناليسي بي رو واناليسي بالقادر طبعاً لو كان عندك كل MV, جندر ص bacterيف عن 3 ruling برضو كانت تنسى أكثر من سيكا طبعا انت بتحليل الجدول دا بعد ما تثبت في علاقة ولا ما في علاقة لكن لو مرقيت في علاقة ممكن تحلوا دا حليل وصف فقط يعني دا بيعكس لك العينة فقط دا النتيجة للعينة طيب نحن ممكن يعني بيقول لك الكي سكوير دا شرطه الأساسي عشان تطبقه لابد انه حجم الاسمبل بتاعتك لانه بس حجمه هنا كانت قليل لانه دا المسال طبعا لكن دايما الكي سكوير بتأثر بحجم العينة بتأثير كبير جدا يعني طول صدي شاهين كانت بيقول لنا دايما حجمه وفعلا جربت الحاجة دا اللي جيته انه بتأثر بحجم العينة كل ما انت تدت حجم العينة واحدة من عيوبه يعني كل ما كانت الكي سكوير تبقى significative والعكس الصحيح كل ما قدلت الحجم العينة هنا الامر النتائج المعتمد لما تكون حجم العينة كبيرة دبقى نتبقى لاختبار كاي سكوير اليمون association كاي سكوير تس اسمه أو كاي سكوير تس 4 association بايس ديس من كنتينجزي تابل 2x2 تابل طيب لو انا داري شوف مثلا هل في علاقة بين الوزن والعمر يعني الناس العمارة كبيرة وراشدة وعقلة قوتانة قليلة والناس العمارة السقيرة قوتانة عالية مثلا هل في علاقة بين الناتهم ولا لا؟ معناها انا عندي هنا الـ two factors بتاعوني quantitative معناها هنا مفروض ايوا اشوف طوالي اشوف person لانه دي quantitative variable طبعا مفروض برضو هنا ايوا في quantitative variable اعمل normality test دايما عمل لهم normal تتأكد انهم normal استخدم person طائفا مهمة ايوا في عمل مهمة ايوا في لistä انهم بشيرنا كوريشية المهمة We're going to use another correlation coefficient كل الكلام اللغة إخواننا واحدة P-Value باجع شوف P-Value كل P-Value هذي أول حاجة بعلق على P-Value وبعد كده باجع شوف الcorrelation فيه ولا مالك شفتو كم؟ لازم أول حاجة خط الhyposis حقتي بايس وده الcorrelation coefficient R 0 طبعاً ده فيه كان كلام كثير كتير شوية كان فيه presentation وكده لكن ما عليها الزمن بس الدولة طبعاً مدغوطة يا إخواني أصلاً هي الدولة دي مفروط تكون 30 ساعة كانت بغطتها بحيث إنها ما تكون مسعية للناس وتنتهي مع بداية العشرة أو آخر وكده طيب هنا بجي H0 R بساوي 0 ويجي أشوف P-Value هنا Accept or reject the null hypothesis Reject the null hypothesis It means It means there is a significant correlation between between The age The age The age The significant The significant The significant The age The age The age The age The age مواجبة, طيب هي اقرب للواحد ولا اقرب للصفر اقرب للواحد اقرب للواحد معنى اندي مع المتشفى طبعا كان خاص بالانواع والغراف عنده الغراف اسمه لكن نخطم لحده هنا و شاء الله سوف نتلاقه في وقت التاني جزاك الله خير يا دكتور يا أخو والله إن شاء الله جزاك الله ربنا يجعلكم جزاك الحسناتك جزاك برنامج يا دكتور أنور ما تفوتنا ليه؟ طيب في برنامج حيقدم واحد من الحضور بتاعكم ذاتهم في الدورة دي ربنامج مهندس خالد نيميري نيميري حيقدم بكرة دورة عن كيف تحسب أزعار النفط حيكون فايزون الإساتيسيك ذاته والله يا أخي ما عارف هل هو علاقة بالشغل بتاع النفط ولا فيه استاتيستيك؟ إذا فيه استاتيستيك وكده بنحضره دي ما بقوله لكن إذا شغل بتاع بيزميس وكده ما عارفه هو خالد موجود يا أخوان في الجلسة دي يبيرا شايف وتخل لكن السي ما شايف اسمه غير موجود ما عملينا غايته الفورم بتاع تليبين عملينا بس نوتيشن بعدين إحنا بنجي أسفل إن شاء الله هاي بعدين بس برضو يا فاسناك كنت معاكم في الجلسة هنا ده بحضر برضو لجلسة تانية إن شاء الله هتكون يوم الأربعة الجاي عن كيف الزهل يصبط اللينك دين بروفايل بتاعه نص أقدمه لأينا واحد سعودي من مناسبة CIPD وشتغل الشغلة دي بتاع اللينك دين بروفايل هتكون يوم الأربعة الجاي إن شاء الله دي بكون لكشر واحد كده صح؟ دي واحد يعني جلسة واحدة بس دي يعني إن شاء الله دره بإذنه تعالى هنحن نحاول نخط البرنامجة اليوم إن شاء الله في المجموعة وأنا هتكلم مع دكتورياس على أساس إنه نشوف هلا هيبدأ دورة تاني نفسي الدورة دي عملينا أدبانس في الاستاتيستيك ده بكون معا دكتوران وننحن دارين نصر معاول غاية ده الفور نعم 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 نحن دكتورياسو دارين نطلع منه يعني كده دمشي طبالد عملينا لإحساس كلانا بشذا والله كتر خير ما قصر والله صراحة يا دكتور أنور معليش الكوتشنير الإلكتروني ده ما في كده معلومات عنه أو في زول يعملينا بس محاضرة بسيطة طيب يا أخواننا نحن لو ما محتاجين للفيسبوك لايف ممكن نفصل هناك نفصل نفصل في فيسبوك لايف لو ما محتاجين للتسجيل للجلسة دي برضو ممكن نفصلها ما في سوني ممتازي 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 ممتازي